السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في قناة الميستر نردنا نحلم بعض كتاب جيميل سنة ثانية سنوي الواحدة الستة من صفحة 348 لصفحة 351 انتظرونا نبدأ بالصفحة 348 رقم واحد Staying at this hotel يعني الإقامة في هذا الفندق بروت وبعد النوع السويت ممرز الزكريات الحلوة يبقى عاد الزكريات الحلوة ليه يبقى بروت باك of our honeymoon لشهر ايه عسلنا ده شخصي بكلم زوجته او العكس رقم اثنين the two sisters الأختين ايه نقط out over على ايه بقى who will wear من اللي حيرتدي the new bag الشنطة الجديدة تو ذبرت للحفلة يبقى الأختين ايه بقى توقفوا عن التعامل بلطفة او تعارقوا على كده يعني اعتبقى الإجابة ايه في الاوت ده تعبير عندنا في الوحدة رقم ثلاث i new انا عرفت that samy didn't like the new student ان سامي ايه ما حبش الايه الطالب الجديد ده as هي نقط him completely لانه ايه بقى هو تماما تجاهله تماما هتبقى الإجابة ignored ده معنى ساعد ودي ايه يرحب به ودي ايه تقدم مثلا لطلب ايه وظيفة او كده رقم اربعة i advised my son انا نصحت ابني to note his study مذاكرته او دراسته will بشكل جيد to get high marks in exams عشان يحصل لدرجة عالية في الايه في الامتحانات نصحته ان يعمل ايه بقى ينظم مذاكرته organize دي اتعرف على ودي يدرك ودي اتخصص رقم خمسة the doctor said الطبيب قال that the old man ان الرجل المسن او الكبير في السن نقط died of mat من ايه بقى a heart attack من ازمة ايه قلبية and it wasn't a murder وليس ايه ما كانتش جريمة قتل يبقى ايه من الواضح او بوضوح هتبقى الاجابة apparently دي معنى الحسن الحز ودي لسوء الحز ودي من غير الايه المحتمل رقم ستة يشهد بي يجب عليك انك تكون وبعدين not ونيوتوك عندما تتحدث to your elders للكبار في اسريتك تكون ايه بقى مؤدب polite دي جشع ودي وقح ودي متسرع رقم سبع my sister is really interested يعني اخت فعلا ايه مهتمية بايه بقى interested تاخد حرف الجراء على طول ان مهتمية بالقراءة reading about the news of actors اخبار الممثلين والممثلات رقم تمانية نقطة achieve flight يعني لو حصل على ايه رحلة تيران ايه رخيصة حيسافر طب هنا قاعدة F هنا قبلها واللي زائد المصدر تبقى الحالة الاولى يبقى هنا حيجي ايه مدارع بسيط مع هي نختار اللي فيها ايه اس حتبقى جيتس عشرة if it doesn't start snowing يعني لو ايه لو ما بدأتش تم ترترج بدين ما بدأتش تم ترترج يعني ونقط go skiing this evening يبقى حنكون بالايه بقى بالتزلج هذا الايه المساء طيب نركز مع بعض بردك مدارع هنا ايه مدارع بسيط هتبقى الجملة التانية بقى ايه ويل زائد المصدر يبقى ويل طيب ما تنفعش ونط طبعا عشان المعنى هيبقى ايه هيبقى خطأ يبقى الجملة ورقم عشرة دي ايه حالة اولى رقم حداشر thank you for helping me study يعني شكرا انك ساعدتني في الف المذاكرة if you hadn't tutored me لو ما كنتش علمتني i not the test كان هيحصل ايه بقى كنت حفشل في الاختبار طيب نركز مع بعض ادي if هنا وهنا hadn't والتصريف التالت تبقى حالة تالتة يجي في الجملة التانية ايه would زائد have زائد تصريف التالت هيبقى الاجابة ديت would have لدي كنت حفشل ما تنفعش طبعا ايه ما دي زائعة حالة تالتة صح بس منفية تغير المعنى خالص ايه رقم اتناشر if I exercised more لو انا اتمرنت اكتر I would be much more fit حكون اكثر لياقة and I not so many health problems وايه مشكلات ايه صحية نركز مع بعض بردك ادي ماضي بسيط تمام يبقى دي الحالة التانية من ايه من اف حيجي في الجملة التانية would زائد الايه المصدر بس في المعنى رازم ننفيها هنا بقى تبقى would have ايه رقم 13 it's too bad honey isn't with us يعني ده شيء سايق انه هاني مش معانا هي نقط here لو كان هنا هي نقط the letter for us كان حيترجم لنا الايه الخطاب هنركز مع بعض الجملة الاولية بيتكلم عن شيء في الايه في المضارع اذا هنعملها بقى هنا ايه حالة تانية مع هي هنا هتبقى هنا ماضي بسيط والجملة التانية would زائد الايه زائد المصدر او could هتبقى الاجابة دي هتقول لي هي ما بتاخدش where لا بتاخد where مع الحالة الايه مع الحالة التانية من if رقم 14 نبيلا اولوز نبيلا دائما وبعدين نقط here mother if she has to much to do لو الام عندها ايه حاجات كتير تعملها فنابيلا طبعا بتعمل ايه بتساعدها فهنا بقول لي دائما يبقى عادات تتكرر لدى الشخص هتبقى هنا ايه مع if تبقى الحالة الصفر ايه بقى هنا مضارع بسيط وهنا مضارع بسيط هتبقى الاجابة هلبس تساعد خمستاشر where you where دي من بدال ايه من بدال if نقط harder يعني لو انت اشتغلت اكثر جدية you would get high higher marks كنت هتحصل لدرجات ايه اعلى نركز مع بعض where دي لما تبقى من بدال if تي where وهنا فاعل ولو جي فاعل بقى حيجي tool ايه والمصدر هتبقى لإجابة to work رقم 16 I will call here انا هتصل عليها وبعدين نقطة she wants to join us to the cinema يعني لو عايزة ايه تيجي معنا السينما طب نركز مع بعض دي هت جملة كاملة هي she فاعل wants فاعل تمام يبقى والذوت مش هتنفع وبطفور مش هتنفع قدامنا بقى اتنين unless و in case in case في حالة هي دي اللي صح لكن unless هيبقى المعنى ايه مش هينفع خالص اذا لم الصفحة اللي بعدها 349 ده سؤال القطعة هنقول الفكرة والمعاني هنا بيقول لي انت تستخدم الطاقة energy عن الطاقة كل يوم الطاقة دي عبارة عن ايه بقى عند القدرة عن ايه cause change احداث ايه تغيير any time you move في اي وقت انت بتتحرك فيه انت بتستخدم طبعا ايه طاقة عندما تشوت كرة او تركب دراجة انت برضك بتستخدم ايه الطاقة من جسدك من جسمك عشان تخلي الكرة ايه او العجلة ايه تتحرك your parents يعني الولدين مثلا بيطبخوا ايه الطعام عشان انت تأكله فهمة بيستخدموا طبعا ايه اللي هي الطاقة الحرارية to change عشان ايه غيروا ايه الطعام من ايه دي معنانا اي الى ايه مطبوخ مش كل ايه الطاقة مستخدمة as used as soon as you get it بتستخدم بمجرد انك تحصل عليها بمعنى ان ايه احيانا الطاقة تخزن عشان تستخدم فيما ايه فيما بعد stored energy يعني الطاقة المخزنة ممكن تبقى طاقة ايه كيميائية مخزنة في بطارية او في جسدك في جسمنا يعني اتكان بي also potential energy يعني طاقة كامنة طبعا potential دي يعني ايه يعني كامن potential energy الطاقة الكامنة دي قائم على ايه على موضع الشيء على موقعه يعني الكرة اللي على اعلى التل ديت لها طاقة ايه كامنة كمان اللاعب اللي وقف مستعد بقى يشوت الكرة دي بردك ايه له طاقة ايه كامنة البراجراف التاني بدأ بenergy of motion ليتقى الطاقة الحركة دي تسمى يبقى طاقة الحركة دي معناها طاقة ايه الحركة طاقة الحركية potential energy converts يعني ايه تتغير او تتحول يعني يبقى الطاقة الكامنة دي تتحول الى طاقة حركية when the thing or person begins to move لما يكون يبقى الشيء يبتدي ايه او الانسان يبتدي يتحرك تتحول بقى الطاقة الكامنة الى طاقة ايه طاقة حركة هنا من اول بقى energy often changes يعني يبقى الطاقة يبقى غالبا بتغير ايه اشكالها يعني مثلا عندما انت بقى بتشغل النور الكهرباء تتحول الى ايه الى light do ايه كمان عندما انت تأكل الطاقة كيميائية من الطعام تتحول الى ايه بقى الى طاقة ميكانيكية ايه حرارية تدك الطاقة عشان ايه تقدر تتحرك اخر سطرين when you switch on السيلفون يعني لما انت بقى ايه تشغل ايه تليفون اللي بيحصل الطاقة الكيميائية من الايه من البطارية بتاعت التليفون ديت تتحول الى ايه طاقة صوتية وطاقة ايه ضوئية الاسئلة رقم واحد انرجي الطاقة طبعا ايه المقدرة ها حدث ايه تغيير هتبقى بي اتنين هتبقى ايه convert كلمة change into هتحول الى دي هتغير يعني رقم تلاتة هتبقى potential energy اللي يتطاقة الايه الكمنا اربعة كلمة اثنية دي عكسها ايه كجد مطبوخ او مطهي صفحة 350 ايه رقم خمسة بول ايه اسمه تاني اللي هي energy of motion اللي هي الطاقة الحركة طبعا ايه جبناها من القطع دي كيناتك انيرجي في الطاقة الايه الحركية رقم ستة بول ايه يحصل ايه لو الشيء او الشخص يبتدي يتحرك طبعا الطاقة الكامنة بتتحول الى طاقة ايه طاقة حركة طاقة حركية السبعة ما هي مصادر الطاقة اللي احنا ايه نستخدمها في الايه في المستقبل دي اجابات متعددة يعني بس لازم تكون مناسبة مثلا ايه دي مثال the sun الشمس and the wind والرياح رقم تمانية برضك ايه نفس الطريقة دي اجاباتها متعددة how do you think we can save كيف نستطيع نوفر الايه انيرجي الطاقة اللي احنا نستخدمها دي اجابة مثال يعني we can use the solar energy ممكن نستخدم الطاقة الايه الشمسية عشان نوفر الطاقة اللي ايه اللي عندنا السؤال اللي بعده دي ترجمة friendship الصداقة الحل هنا ان الصداقة من اجمل الاشياء في الحياة لان الاصدقاء يمكن ان يوفروا لك كل المساعدة والدعم لكي تؤدي بشكل افضل في الحياة دي رقم واحد رقم اتنين بدأ باكسبرتس خبراء يحذر الخبراء من ان استخدام التليفون لساعات طويلة قد يكون له اثار خطيرة علينا فقد يسبب مشكلات جسدية ونفسية ثلاثة we can solve نستطيع ان نحل لو يمكن ان نحل دي الحل بتاعها يمكن ان نحل كثير من مشكلاتنا الاجتماعية اذا علمنا اطفالنا ان يدركوا ويغيروا اخطاءهم السيئة فللالاباء والمدارس دور كبير في ذلك دي رقم ثلاثة رقم اربعة اجابتها تحت برضك تعتبر الالعاب الاولمبية الان مسألة سياسية لان كل الرياضيين يحاولون الفوز لكي يكرموا بلدهم فلذلك قد تكون الالعاب فقدت معناها الاصلي رقم خمسة تساعد اكتشافات العلمية التي تتم في اي بلد على تنمياته وتقدمه والعلم هو ايضا الكوة التي يمكن ان تدفع عجلة الانتاج به الترجمة الستة يجب ان تدر الوزارة على امان الطعام من خلال حصة الدراسات الاجتماعية في المرحلة الابتدائية وذلك سيساعدهم في حياتهم التالية السؤال اللي بعده ترجم الى الانجليزية رقم واحد يوجد الكثير من العيوب للتكنولوجيا هنبدأ بإيه هنا الحل هنا there are you got كثير من العيوب many disadvantages of technology فبسبب ارتباط الشباب ادوات التواصل الاجتماعي التكنولوجيا فبسبب due to young people's attachment ارتباط to technological social networking such as مثل هي الكمبيوتر computers and mobile phones والتليفون المحمول يفقد بعضهم وسائل الحوار مع باقي افراد المجتمع يبقى هنا بقى كل دول بيعملوا ايه make some of them lose يفقدهم ways of communication وسائل اتصال with other members of society باقي افراد ايه المجتمع ترجمة التانية يقال ان السر النجاح في الحياة هو ان يكون الانسان مستعد هنبدأ ونقول بقى it is said يقال ان that the secret of success in life is that ان الانسان should be ready يجب ان يكون ايه مستعد مستعد بقى ايه عندما تأتيه الفرصة when chances come to him تأتيه ايه الفرصة واذا لم يستغلها فقد لا تعود ايه مرة اخرى if he doesn't اهو لو يستغلها بقى doesn't make use of them اللي هيحصل they may not come back again لذا لابد من استغلال الفرصة المتاحة so you must take all available chances الصفحة البعدها 351 دول ترجمتين واد الحل بتاعهم تحت هنا وقف الشاشة ونشوف ايه ايجابتنا وكده وكده ابنتها الفيديو بتاعنا النهاردة ونتظرنا في حل بيت الاسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته